الملف الثالث هو هي البطولة اللي خلاص تحدد بشكل رسمي جدول مبارياتها خلال الفترة اللي جاي كلنا عارفين ان الساعات الاخيرة كان في عدد كبير جدا من مسؤولين الفيفا والكاف موجودين في استراليا على هامش نهائي كأس العالم للسيدات ما بين اسبانيا وانجلترا ويمكن اجريت عدة اتصالات على مدار اليومين ثلاثة اللي فاتوا عشان اعرف كأس عامل ان ده ايه الجديد فيه كلنا عارفين ان من حوالي يومين ثلاثة تم الاعلان رسميا ان القرعة يوم سبعة تسعة قرعة كأس العالم للاندية يوم سبعة تسعة في المملكة العربية السعودية طيب جدول المباريات البطولة من اتناشر الاثنين وعشرين الالها هيبدأ امتى خدوا بقى الموعيد الرسمية ودي معلومة رسمية ليس اجتهاد ولا وجهة نظر القرعة زي ما قلت يوم سبعة تسعة في جدة ده بشكل رسمي طيب انطلاقة البطولة لقاء الافتتاح يوم اتناشر ديسمبر اتناشر اتناشر ما بين اتحاد جدة سعودي واوكلاند سيتي ان نيوزيلاندي مباراة الافتتاح يوم اتناشر اتناشر ما بين اتحاد جدة سعودي واوكلاند سيتي ان نيوزيلاندي في مبارتين هيتلعبوا يوم 15.12 الاهلي سيكون طرف هذه المباراة او طرف هزين المبارتين يوم 15 ديسمبر الاهلي سيفتتح مشواره في كأس العالم للاندية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 15 ديسمبر هيواجه مين؟ قراءة يوم 7-9 اتحدد المبارتين الفائز ما بين اتحد جدة واوكلاند سيتي هيلاعب يا الاهلي يا أراوة ريت ديمونز بطل أسيا الفريق الياباني يا ليون المكسيكي تاني التلات فرق اللي هيستنوا الفائز من اتحد جدة واوكلاند سيتي التلات فرق دول هم الأهلي وأراوة ريت ديمونز الياباني بطل أسيا وليون المكسيكي بطل الكونكا كاف دول التلات فرق اللي هيستنوا الفائز ما بين اتحد جدة سعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي نفترض يعني نتمنى يا رب بإذن الله اتحد جدة يكسب بطل السعودية يكون موجود في الدوري التاني يوم 15 ديسمبر هيكون دول الأربع فرق قراءة يوم 7-9 اتحدد الآلة هيواجه مين؟ هلا هيواجه اتحد جدة؟ هلا هيواجه ليون المكسيكي بطل الكونكا كاف؟ هلا هيواجه بطل اليابان؟ أراوة ريت ديمونز بطل اليابان هو بطل أسيا يوم 15 ديسمبر قراءة كاس العلم اللي في المغرب اتعاملت بشكل مختلف عن القراءة اللي جاية ليه؟ لأن كان ساعتها للمغرب المستضيفة هي بطل إفريقيا الوداد كان بطل إفريقيا ولعب مباراة الافتتاح مع الهلال السعودي فما كانش ينفع أن القراءة تقول الوداد لو كسب مثلا يعني كان ممكن يلاعب الأهل فكانوا عايزين يبعدوا الأهل عن الوداد فاتعاملت قراءة موجهة في الدوري التمهيدي التاني المرات دي ما فيش قراءة موجهة اتحد جد أوكراند سيتي الفايز منهم ياما يلاعب بطل إفريقيا ياما يلاعب بطل أسيا ياما يلاعب بطل الكونكا كاف زي اللي حصل في البطلات اللي فاتت ياما يلاعب بطل اليابان ياما يلاعب ليون المكسيكي ياما ينتظر الفايز ما بين اتحد جد أوكراند سيتي طيب مرحلة الدور نصف النهائي امتى هتتلاعب على يومين يوم 18-12 ويوم 19-12 يوم 18-12 ويوم 19-12 ان شاء الله بإذن الله الأهل يتخطى الدور التمهيدي التاني ويتأهل الدور نصف النهائي اما يلعب يوم 18-12 مع بطل امريكا الجنوبية اللي هو بطل الكونبول اللي لسه ما تحددش ده يتحدد يوم 4 نوفمبر مباراة الدور نصف النهائي الاول هتتلاعب يوم 18-12 مع بطل امريكا الجنوبية اللي هو لسه ما تحددش بطل امريكا الجنوبية هيتعرف بشكل رسمي يوم 4 نوفمبر والقرعة هتتعمل يوم 7-9 بطل امريكا الجنوبية متحدد مكانه ان هيلعب مباراة الدور نصف النهائي يوم 18 ديسمبر طيب ممكن القرعة توجه الالي وتخليه يلعب يوم تسعتاشر اتناشر في حال تخطي الدوري التامهدي التاني بس ساعتها يلعب تسعتاشر اتناشر مع مين؟ مع المان سيتي مع منشستر سيتي الانجليزي مع البوب جوارديولا يوم تسعتاشر ديسمبر اذا اول مباراة رسمية لبطل اوروبا في كأس العالم للاندية هتكون يوم تسعتاشر ديسمبر في جدة والاهلي في قرعة سبعة تسعة هيعرف مين اللي هيوجهه في الدور التامهدي التاني كسب يلعب تمنتاشر اتناشر مع بطل امريكا الجنوبية يلعب تسعتاشر اتناشر مع منشستر سيتي طيب ده مرحلة الدور نصف النهائي المباراة النهائية ومباراة التالت والرابع في اليوم الختامي يوم اتنين وعشرين ديسمبر تحديد المركز التالت يوم اتنين وعشرين ديسمبر المباراة النهائية في نفس اليوم في المساء يوم اتنين وعشرين ديسمبر اذا ده جدول مباراة كأس العالم للاندية اتناشر اتناشر لقاء الافتتاح اول مباراة للاهلي يوم خمستاشر اتناشر كسب حسب القرعة يلعب تمنتاشر مع بطل امريكا الجنوبية يلعب تسعتاشر اتناشر مع منشستر سيتي التالت والرابع يوم اتنين وعشرين والمباراة النهائية يوم اتنين وعشرين اتناشر طب قيمة الفريق الفيفا حدد يوم 30 أكتوبر آخر معاد لإرسال القيمة المبدئية 30 أكتوبر آخر معاد لإرسال القيمة المبدئية كم لاعب 35 لاعب؟ 35 لاعب دي القيمة المبدئية لكاسر عالم للأندية تبعتها بحد أقصى يوم 30 عشر تختصر القيمة دي لـ 23 لاعب إمتى؟ يوم 4-12 قبل انطلاق البطولة بحوالي أسبوع 10 أيام يختصر أو تختصر قيمة الفريق من 35 لـ 23 لاعب دي القيمة النهائية اللي هيتم اعتمادها من الفيفا عشان تشارك في كاسر عالم للأندية دي أول بطولة الحمد لله قدرنا نوصل لتفاصيلها من خلال اجتماعات كانت موجودة لوافد الفيفا والكاف على هامش كاس العالم في أستراليا وتأكدت رسميا خلاص أن المواعيد دي تم إرسالها للاتحاد السعودي يعني من حوالي 48 ساعة عشان يتم التحضير للقرعة يوم 7-9 القرعة يوم 7-9 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة يوم 7-9 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة في إحدى الفنادق في مدينة تاجدة والأهلي بالتأكيد هيلعب كل مباريات والبطولة كلها تتلعب في جدة خلال نهاية هذا العام إذن دي أول بطولة رسالة هيلو الحج عامل حسين جبنا لك مواعيد أول بطولة كاس العالم للأندية وتاني بطولة السوبر ليج في الفترة من 20 أكتوبر ل11 نوفمبر بكرة بكرة بإذن الله هجب لكم مواعيد مباريات السوبر ليج الدور الأول والدور الثاني ومواعيد المباراة النهائية الزهاب والإياب إمتى المواعيد بشكل رسمي لأن النهاردة إن شاء الله هتجي للمواعيد الرسمية لمباريات السوبر ليج خلال الفترة اللي جاية